بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الرابع عشر من دور التعليم برنامج وورد الاحترافية هذه المحاضرة راح تكون هي جزء الثاني من الإجابة على أسئلة المتدربين أحد الأخوة يسأل أحد الأخوة المتدربين يسأل كيف نستطيع عمل استمارة إلكترونية في برنامج وورد وماسب الحماية من التلاعب بمكوناتها الأساسية الجواب هو أولا يجب إظهار نافذة المطور اللي من خلالها نقدر ننضيف الأكواد والأزرار البرمجية طبعا حتى ننضيف هذه القائمة نروح على ملف بعدها خيارات ومن ثم تخصيص الشريط ومن ثم نضع علامة صح أمام كلمة المطور بعدين موافق نلاحظ أنه قائمة المطور راح تظهر بها الأكواد البرمجية واللي من خلالها نقدر نعمل الأزرار بلغة البيجوال بيسك طبعا الخطوة التالية هي كتابة المكونات الأساسية للاستمارة مثلا الإسم أو ممكن يكون الإسم الثلاثي ومثلا المواليد بعد الجنس التحصيل العلمي طبعا نحاول أنه نعمل التنسيقات الخاصة بالاستمارة الأساسية مثلا حجم الخط 16 ممكن أنه يكون العناوين تكون bold أو ممكن نخليها بدون bold ما يكون مشكلة الخطوة التالية هي نضغط في المكان اللي يريد أن نضيف به حقل ملئ الإلكتروني حقل تعبئة مثلا الإسم الثلاثي في هذا المكان بعدها نروح على المطور ومن خلال هذا عناصر التحكم هذا الجزء نختار عنصر التحكم محتوى ناص عادي في هذا المكان وفي حال لو أردنا أنه العنصر يكون حجمه أطول نروح من المطور ووضع التصميم ونضغط كلك بهالمكان نحاول بـ space إطالة عرض الحقل بالنسبة للمواليد أيضا نفس الفكرة من المطور ونختار عنصر تحكم محتوى ناص عادي وأيضا نقدر من خلال الـ space نضيف مسافة لإطالة عرض العنصر من الجنس نلاحظ أن الجنس بقائمة يعني أما يكون ذكري أما يكون أنثى ويفضل هذه القائمة تكون منسدلة قائمة منسدلة وحتى نضيف قائمة منسدلة من أناصر التحكم نختار هذا الخيار اللي هو عنصر تحكم محتوى مربع تحرير وسرد بعدها بعد ما طلعنا هذا الخيار اللي هو اختيار عنصر حدد click بهذه القائمة ومن المطور خصائص نختار اختيار عنصر وإزالة نحذف العنصر الموجود الأول وإضافة لكتب العناصر اللي يريدها تطلع داخل القائمة مثلا ذكر موافق وإضافة أخرى مثلا أنثى موافق وبعدين موافق نلاحظ أنه نضافة عندنا هاي القائمة وحتى نتأكد نخرج من وضع التصميم ونضغط click على هذا الخيار ونختار يأما ذكر يأما أنثى وطبعا في هذه الخيارات نقدر نكتب الكتابات اللي احنا نريدها ونقدر نكتب المواليد اللي احنا نريدها طبعا بعد ما ضفنا قائمة منسدلة للجنس نضيف قائمة منسدلة للتحصيل العلمي ممكن أنه يكون اللون أسود أيضا هنا اللون يكون أسود ومن المطور مثل ما تعلمنا بعناصر تحكم ونختار هذا الخيار اللي هو عنصر تحكم محتوى مربع تحرير وسرد ونروح على خصائص وإزالة اختيار عنصر بعدين إضافة نخلي مثلا ابتدائية موافق إضافة متوسطة مثلا إعدادية دبلوم باكالوريوس ومثلا نختار ماجستير ودكتورة موافق موافق إذا لاحظ أنه لما نختار نضغط على هذا الخيار حتى نختار أحد هذه الفئات مثلا متوسطة رح تظهر مباشرة متوسطة باكالوريوس أو دبلوم وهكذا طبعا وهكذا نكمل الاستمارة مثلا رقم الهاتف نلاحظ أنه رقم الهاتف هو عبارة عن نصف إذا من المطور نختار هذا الشكل أو هذا الخيار وهكذا نكمل الاستمارة الجزء الثاني من السؤال هو كيفية حماية هذه الاستمارة بحيث أنه لما نخلي هذه الاستمارة برابط معين بحيث المستخدم أجبر أن يملي البيانات فقط وما يقدر يعدل على التصميم طبعا من قائمة ملف وحماية المستند وتقييد التحرير بعدها نضغط علامة صح على السماح بهذا النوع من التحرير فقط في المستند ومن هذه القائمة نختار تعبئة النماذج بعدها نعم ابدأ بفرض الحماية ونخلي الرقم السري الخاص بنا حتى نقدر نعدل على هذه الاستمارة في حال لو أردنا التعديل نعيد نفس الرقم للتأكيد بعدها موافق ومثل ما تلاحظون أنه المستخدم لا يستطيع التعديل على هذه الاستمارة فقط يمكنه ملء البيانات ومثلا في هذا المكان يملأ البيانات فقط ومن هذا الخيار فقط ذكر أو أنت يختار البيانات أحد الأخوات المتدربات تسأل كيفية إضافة الأقواز إلى الهوامش أي كيفية إضافة الأقواز إلى الحواشة السفلية في الأعلى وفي المصادر في الأسفل يعني نأخذ مثلا في هذا المكان رأي نضيف حاشة سفلية أو مصدر من خلال مراجع أو مراجعة مراجع ودراج حاشة سفلية ونكتب نص الحاشة السفلية وفي هذا المكان أيضا راح نضيف حاشة سفلية ونكتب نص الحاشة السفلية وأخيرا حاشية أخيرة نضيفها إذا نلاحظ أنه الرقم الحاشية السفلية في الأعلى وفي الأسفل صغير جدا فيصعب مشاهدته فلذلك يفضل تميزه بقوسين فحتى نضيف هذه الأقواس في حال أنه لدينا المستناد في 200 هامش أو 200 هامش 200 مصدر فصعب جدا أنه 200 مصدر في الأعلى و200 مصدر في الأسفل صعب جدا إضافة الأقواس يدويا فهناك طريقة احترافية لإضافة الأقواس بشكل أوتوماتيك بشكل آلي من خلال طبعا نضغط في هذا المكان يعني يفضل قبل الألهمش الأول ومن الصفحة الرئيسية استبدال في الأعلى نضغط شفت ورقم 6 لهو شفت ورقم 6 لهو السهم إلى الأعلى وحرف F وبالاستبدال خانة استبدال نضغط شفت وتسعة يعني نفتح قوس وشفت ورقم 6 وشفت ورقم 7 اللي هو الاند وشفت ورقم صفر اللي هو نسد القوس بعدها نبحث بحث عن التالي رح يلتقط لنا البرنامج الهامش واستبدال وإذا أردنا استبدال الكل نختار استبدال الكل موافق طبعا راح نلاحظ أنه الأقواس راح تضاف فيها الأسفل وتضاف في الأعلى جميل جدا طبعا في حال أنه لو الأقواس بالأسفل ما نضافت نضافت بس بالأعلى نضغط بأسفل ونعيد العملية حتى يصير عمدنا عملية بحث واستبدال في الأسفل وبحث واستبدال في الأعلى أحد الأخوة المتدربين يسأل كيفية دمج جدول أكسل مع برنامج وورد أو في داخل مستند وورد وكيفية التحكم بالجدول من خلال برنامج أكسل بالتزامن والتزاوج مع برنامج وورد طبعا نفتح برنامج أكسل ونعمل في الجدول بسيط مثلا تسلسل الاسم مثلا المواليد ومثلا تسلسل واحد اثنين ثلاثة والاسم مثلا علي محمد وباسم المواليد مثلا اثنين وعشرين خمسة الف وتسعمية وتسعين مثلا خمسة وعشرين تثمين الف وتسعمية وثمانية وثمانين اثنين وعشرين ثلاثة اه الفين وعدنا هذا جدول بسيط طبعا اللي يشتورون على برنامج أكسل يعرفون أنه من خلال هذا الخيار كافة الحدوث نحول الخطوط الوهمية لخطوط حقيقية وبعد ما كملنا جدول ببرنامج أكسل نحدده ونختار نسخ ونروح على برنامج وورد ومن الصفحة الرئيسية لصق ونختار لصق خاص ومن ثم من هذا الخيار نختار ورقة عمل ميكروسوفت أكسل كائن ورقة عمل ميكروسوفت أكسل كائن طبعا نختار هذا الخيار لصق الارتباط لصق الارتباط الورد مثل ما تلاحظون شنو التعديلات اللي يتم مثلا هنا نحن نمطيهم بولد لون أحمر ورح نلاحظ بشكل مباشر أنه بولد لون أحمر وبشكل مباشر رح يكون عملية تزاوج بين الجدول ببرنامج وورد وببرنامج أكسل أحد الأخوة المتدربين يسأل كيفية إضافة الرموز الدينية كعليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم إلى النصوص في مستندات وورد طبعا توجد الكثير من الخطوط الفونتات اللي تحمل الرموز الدينية والرموز الزخرفية ومن أشهر هذه الخطوط والفونتات خط أبوذر وهذا الخط طبعا غير متوفر في برنامج وورد لازم نضيفه للبرنامج وإن شاء الله أنا رح أرفق لكم هذا الخط في هذه المحاضرة طبعا يأما يكون يعني على شكل ملف أليكتروني أو يكون بشكل حر إذا كان على شكل ملف أليكتروني ممكن نكليك أيمن على الملف ونختار مثلا extract file بعدها تمام أوكي نفتح القفل ورح يفتحنا هذا المجلد وطبعا هذا النية ثلاث ملفات زائدة ثلاث ملفات هذه هي زائدة نجي إلى هذا الخيار اللي هو أبوذر طبعا نضغط عليه click amen ونختار install بعدها في حال أنه إذا منصب رح يطينا رسالة وإذا ما منصب رح برنامج يضيف إليها ويفضل أنه إذا فاتحين ملف فورد نغلق الملف ونفتح ملف فورد جديد الفكرة أنه هذه الرموز هي محفوظة على شكل أحرف إنجليزية يعني لما أجي أنا أغير إلى اللغة الإنجليزية وأختار هذا الفونت اللي هو اسمه أبوذر هذا الفونت اللي هو اسمه أبوذر ولمن أجي أكتب إنجليزي مثلا q رح يطلع لي هذا الرمز مثلا w, e, r وهكذا كل حرف بالإنجليزية مخبأ خلفه رمز من الرموز مثلا أريد أكتب عليه السلام عليه السلام a capital وصلى الله عليه وآله وسلم i small ومثلا قوس فتح للآية الكريمة b capital وقوس إغلاق o capital وهكذا نقدر نضيف الرموز اللي إحنا ضيدها ناخذ فالمثال الحقيقي نقول الإمام علي أريد أضيف عليه السلام أكتب a capital وطبعا في حال أنه دعاني مختار فونت معين مثلا هذا أضيف a capital وأكمل الناس مثلا الإمام علي مثلا سيد الأوصية طبعا بعد ما كمننا الناس نجي إلى هذا حرف الأوصية ونغير الفونت إلى أبو ذر وهكذا و ابن عم النبي مثلا نكتب i small i small وهذه ال i small نقدر نغيرها من خلال نختار خط أبو ذر أوتوماتيكيا راح تتغير من i small إلى صلى الله عليه وآله وسلم ومن عليه السلام أو من أي capital إلى عليه السلام طبعا نقدر نضيف هذه الرموز على شكل الاختصارات في حال أنه إذا كان استخدامنا لهذا الرموز بشكل كثير و يعني كبير يفضل أن نستخدم الرموز للسرعة طبعا حتى نضيف أو نخصص الرموز والاختصارات على هذه الرموز طبعا من خلال إدراج و رمز والمزيد من الرموز طبعا نختار من هذا الخيار خط أبو ذر راح نلقى بالبداية أبو ذر و طبعا ممكن أنه نصعد بالأعلى مثلا هذا الخيار اللي هو عليه السلام نختاره وبعدها نختار مفتاح اختصار طبعا يفضل أنه مفتاح الاختصار يكون غير محجوز يعني مثلا مو اختار كونترول اس كونترول اس محجوز للحفظ ولا كونترول دبل للإغلاق ولا كونترول سي لنسخ كونترول بي لسخ وهكذا نختار مثلا alt و d مثلا alt و d يقبل البرنامج alt و d راح البرنامج يستقبله بعدين نختار تعين بعدين اغلاق بعدين اغلاق لما أجي بهذا الخيار أضغط alt و d اوتوماتي كار راح يضيف لي عليه السلام في أي مكان alt و d للسرعة في حال لو أردت أضيف صلى الله عليه وآله وسلم نفس الطريقة من إدراج رمز المزيد من الرموز ونختار الفونت أبوذر بعدها نصعد بالأعلى و مثلا نختار صلى الله عليه وآله وسلم نشوفه في أي مكان موجود مثلا هذا الاختيار نختار مفتاح الاختصار ونقول alt و f مثلا تعين طبعا يفضل أنه أي حرف إنجليزي راح يستقبل البرنامج لأن المجموعة alt مع الأحرف غير معينة مسبقة ويستقبل هالبرنامج في الاختصارات الجديدة بعدها بعد ما يعني عينناها تعين اغلاق اغلاق لما أجي alt و f راح يضيف لي alt و f راح يضيف لي صلى الله عليه وآله وسلم alt و d راح يضيف لي عليه السلام وهكذا أقدر أنا أضيف الرموز بطريقة الاختصار alt و f alt و d عليه السلام وهكذا اشتركوا في القناة